يعني الرئيس أيضا تحدث على عدة نقاط فيما يخص تنمية الدول العربية سواء على المستوى المجتمعي والصناعي والاستثماري أو على مستوى الإرهاب مثلا تكلم عن اليمن وعلى سوريا وعلى ليبيا أنا يعني تحديدا مش هتكلم على ده أوي أستاذ عادل زي ما هتكلم ولازم أسأل حضرتك السؤال ده لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنجمال نتنياهو وردود أفعال المجتمع الدولي والردود أفعال أيضا نتنياهو على هذا اللقاء هو كان لقاء قوي جدا وكل وكالات الأنباء مبارح كانت تكلم عنه بالتأكيد شوفي يعني خصوصا بعد دور مصر في حل الأزمة الفلسطينية والرئيس إيل في الخطاب كذا مرة فلسطين عاصمتها القدس يعني عايز أقولك أن لو سألت الأشقاء الفلسطينية كان أكثر دولة يعني ضحت بشكل عملي وبشكل فعلي وفي المواقف السياسية والدعم في المنطقة ومواقف ثابت هي مصر يعني مسألة ما حدش يعني حيزايد على دور مصر القادرة الفلسطينية لأن أنا من وجهة نظر أن أنا مدافع عن القادرة الفلسطينية أنا مدافع عن أمن القوم إذا كنت أنا بقول أمن القومي في الخريج العربي فأنا أيضا أمن القومي في القادرة الفلسطينية بالضبط فبالتالي أنا أعتقد موقف مصر سابت طوال يعني منذ 48 معروف موقف مصر فبالتالي أنا أعتقد أنه الوضوح الشديد جدا دائما في مواقف مصر ده اللي يعني أنا أعتقد بدي زخم لمسألة القادرة الفلسطينية يعني أن مصر رفض لكل المشاريع لمحاولة تمس القادرة الفلسطينية تمام محاولة تمس حقوق الفلسطينيين فبالتالي لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي كان للتأكيد على هذا لأنه يعني لا حل لقضايا كثيرة في المنطقة بما في قضاء الإرهاب إلا بحل القضية الفلسطينية تمام أنا كمان في نقطة بس يعني قبل منتقل لنقطة أخرى مبارح يمكن كنا منتحدث مع أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي وأنا سألته سؤال تحديدا يعني مصر موقفها واضح وإسرائيل تتخذ ما تتخذ من مواقف وتصريحات شوية كده وشوية كده بعد هذا اللقاء وفي ظل أن نتنياهو لا يلتزم أبدا بما يقوله ولا يلتزم بما يقال في أي مؤتمر أو أي قام بعد هذا اللقاء كيف نتوقع أن يعني هيكون تصرف شكله من الجانب الإسرائيلي وإذا تم تصرف غير مرضي للشعب الفلسطيني وبالتالي للمنطقة العربية بالكامل كيف سيرود المجتمع الدولي هل حضرتك تتوقع أن فعلا نتنياهو هيلتزم بدأ ولا لا شوفي يعني كل طرف بينظر إلى الأوراق التي فيها داي للأسف إحنا لسنا مش مصر لا أتكلم على المنطقة العربية لسنا في أفضل الأوضاع علشان نستطيع أن نحن كل داينا أوراق ضغط أوراق قوة لضغط على إسرائيل أو أولئات المتحدة الأمريكية للأسف إسرائيل استغلت الأوضاع التي مرت بها الدول العربية في 8 سنوات الماضية يعني أفضل استغلال لتنفيذ مشروعها الاستطاني ومحاولة القضاء تماما بالضبط حرب قدار فلسطينية واستغلت وجود الإدارة الأمريكية الجديدة للاعتراف بالقدس فبالتالي هي المسألة بما تملكيه من أوراق ضغط بوضع سياسي في المنطقة بوضع عسكري في المنطقة ولكن رغم ذلك أنه في النهاية وجود مصر الضلع الأقوى في النظام الإقليمي العربي وثبتها على موقفها ومطالباتها دائما بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو الذي يجعل دائما القضية الفلسطينية قضية حية وبالتالي تدي الأمل للأشقاء الفلسطينيين أنه ما زالت مصر ثابت على موقفها مصر الدولة الوطنية مصر القوية لكن في التأكيد مثل هذه اللقاءات هي مسألة تأكيد على السوابت المصرية على الموقف المصري من القضية الفلسطينية الذي لم يتغير على مقر الأسطور ولن يتغير لأنه ده في النهاية ما يعتبر أمن قوم مصر فبالتالي مسألة متى يردخ نتنياهة أو متى يستمع للكلام ده يتوقف على ما تملكيه من أوراق القوة على توحيد الموقف لكل موقف عربي موحد إلى الأخير وأيضا موقف فلسطيني موحد حتى كمان في الداخل يعني أعتقد أنه لن تحل هذه الأزمة إلا إذا تتحد من استمرار لصف الخلافر يجب أن ننهي هذا الخلافر يكون هناك جبهة فلسطينية موحدة بالتالي موقف فلسطيني موحدة ومصر تلعب دور مهم جدا في هذا المجال وهذا الصلح فأنا أعتقد أنه دائما موقف مصر ما يكون هو حجر الزاوية في مسألة الحل للقضية الفلسطينية وأنت شايف أن مصر تدخلت في أمور كثيرة جدا لصالح القضية الفلسطينية حتى خلال سنوات ما بعد يناير 2011 أن مصر يمتغب عن البعض العربي رغم مشاكلها الداخلية بعد 2011 وبالتالي هذا هو الموقف المؤثر لأن طبيعة الموقع الجغرافي طبيعة التاريخ طبيعة العلاقات الدولية مع مصر أعتقد أن هذا هو اللي أؤهل مصر دائما أنها تكون دولة محورية في حل القضية الفلسطينية والدعمة دائما لحل القضية الفلسطينية خلينا نقول أن علامة ما يحدث الآن ويمكن الأستاذ عادل أشار لي أن إذا لم تكن الدولة قوية داخليا لن تفلح أي محاولات خارجية أن هي تقيم دولة أخرى أو توقف على رجليها زي ما بيقولوا إذا لم تكن الدولة على المستوى الداخلي على كل مستويات قوية وعندها هوية وعندها شخصية خاصة ومستقلة أعتقد أن الحل في قضية فلسطينية يبدأ من الداخل وليس العكس يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر